هذا هو مضيق هرمز المنفذ البحري والملاحي الذي يمر منه أكثر من ثلث النفط العالمي وهو بؤرة لصراع سياسي إقليمي ودولي وهذه أبعد نقطة يمكن أن تصل إليها عدسات الصحافة سكاي نيوز عربية حسب السلطات العمانية هي أول قناة تصل إلى هنا بين مياه الخليج من جهة ومياه بحر عمان وبحر العرب والمحيط الهندي من جهة أخرى يعتبر من أهم الممرات المائية والحيوية في العالم وبما يمثله من أهمية استراتيجية واقتصادية للعالم كله كونه ممر للنفط حسب ما يقال 40% من نفط العالم يمر من خلال هذا المضيق يقع في المضيق عدد من الجزر الصغيرة غير المأهولة أكبرها جزر قشم ولارك وهرمز وتشرف إيران على المضيق من جهة الشمال بينما تشرف عليه من جهة الجنوب سلطنة عمان تعبر مضيق هرمز 20 إلى 30 ناقلة نفط يوميا بمعدل ناقلة نفط كل 6 دقائق محملة بأكثر من 15 مليون برميل نفط يوميا يعتبر المضيق في نظر القانون الدولي جزءا من أعالي البحار ولكل السفن الحق والحرية في المرور فيه ما دام لا يضر بسلامة الدول الساحلية أو يمس نظامها أو أمنها تغطية كاملة لا يجد ما يعكس الأمن في هذه المنطقة إنسياب حركة السفن بشكل طبيعي سواء كانت السفن السياحية أو السفن التجاري القادم إلى هذه المحافظة السفن تمر آمنة في حركة ملاحية سلسة عبر المضيق رغم التوتر الجيوسياسي الذي يدور والمتمثل على الأخص في التهديدات الإيرانية بإغلاق المضيق مضيق هرمز المكان الذي يتعايش فيه النفط مع السياسة يعيش في صمت وعزلة جباله بعيدا وقريبا من العالم من صخب السياسة وتلوناتها دون أن يلقي بالا على ما يبدو بالأطماع والمصالح التي تتربص به رفيعة طالعي سكاي نيوز عربية مضيق هرمز سلطنة عمان